تختلف أسعار روسى مكتونة من جزء إلى آخر أما الجزء العلوي أو الصدر فهو معشوق المواطن الجزائري دون منازع لأسباب عديدة أما بعض التونة الذين توقفت عندهم كاميرا النهار فقد أكدوا أن الزبائن يقتنون جزء الصدري أكثر من الأجزاء الأخرى خاصة وأن سعرهم خفض إلى 1700 دينار جزائري للفيلي و1300 دينار جزائري للجزء العلوي حلول موسم التونة مناسبة ينتظرها الزبائن بفارغ الصبر للاستفادة من فوائده الصحية خاصة عندما يبدأ سعره في الانخفاض